تجددت تظاهرات سترات الصفراء في باريس للسبت الرابع عشر على التوالي فيما يستعد آخرون للتحرك في جميع أنحاء فرنسا بوسائل وشعارات مختلفة وتشير أرقام الحكومة الفرنسية التي أحصت 51 ألفاً وأربعمائة متظاهر في فرنسا السبت الماضي إلى تراجع في التعبئة بالأسابيع الأخيرة لكن حركة الاحتجاج تم في ذلك وتتحدث عن ثبات حجم قوتها مؤكدة أن 118 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي ترجمة نانسي قنقر